اهلا ومرحبا بكم احبائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة ان شاء الله في الحلقة بتاعتنا هنراجع على درس من دروس القراءة وهو درس الرياضة والتسامح بعد كده هناخد بعض القطع القراءة المتحررة ونتعلم ازاي نقراها وازاي نجاوب عليها باسلوب بسيط وسهل يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا زي ما قلت يا ابطال هنبدأ بمراجعة درس الرياضة والتسامح يلا مع بعض نفتكر الفيديو بتاعنا نفتكر الدرس بتاعنا وبعد كده نبدأ الاسئلة بتاعت المراجعة أسرة أمير متعددة المواهب والهوايات فأمير يحب الرياضة وأميرة تهوى الفنون ولكن المدهش أن هذه الأسرة لها عادات عند مشاهدة المباريات الرياضية ربما لا تكون مألوفة لنا تعالوا نراكب هذه الأسرة وهي تشاهد إحدى المباريات الرياضية تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير يعلق الأب على هذا المشهد قائلا إن تصافح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام أميرة تحية الفريقين الجماهير سلوك جميل الأم نعم يا أميرة فهذه التحية تلهب حماس الجماهير وفي أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب المنافسة فسقط على الأرض أنظر الحكم اللاعب المخطئ فقام على الفور بالاعتذار إلى منافسه علقت الأم قائلة ما أجمل أن نبادر بالاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين قال الأب هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم يداه خلف ظهره متأطئ الرأس الأم إن الرياضة تعلمنا احترام القواعد والقوانين وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة ويجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعاد متمريرها لزملائه وقد نتج عن ذلك أن اختطفت الكرة فأحرز الفريق الآخر هدفا وهنا علق الأب إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية تعاون أفراد الفريق وقد أخطأ اللاعب عندما احتفظ بالكرة لوقت طويل قالت الأم إن التعاون في أي مجال يحقق النجاح انتهت المباراة وفاز أحد الفريقين ولكن الجماهير اشتبكت وأحدثت خسائر كبيرة وهنا أغلق الأب جهاز التلفاز وقال إن التشجيع لا يكون بالاعتداء على الآخرين أو التخريب أو التدمير فالرياضة مكسب وخسارة الأم أرى أن السبب في هذه المشاجرات أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية كما أن جماهير الفريق الفائز قد بالغوا في التعبير عن فرحتهم فينبغي أن نعبر عن الفرحة بالفوز في أدب مراعاة لمشاعر الآخرين الأب إن كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة ولهذا نجدهم يثيرون الشغب عند الهزيمة أو النصر فالرياضي الحقيقي يتحلى بالأخلاق الكريمة فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه ويسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف بعد ما شفنا الفيديو يا أبطال يلا نشوف الأسئلة بتاعتنا ولي أكمل ما يأتي إن تصافح الفريقين يؤكد على أن الرياضة تقوم على ممتاز على التنافس الشريف بتحية الفريقين تعتبر سلوك جميل ما أجمل أن نبادر نقط عندما نخطئ في حق الآخرين ما أجمل أن نبادر بإيه؟ بالاعتذار دال نقطة الحقيقي يتحلى بالأخلاق الكريمة طبعا الرياضي الحقيقي هو الذي يتحلى بالأخلاق الكريمة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتية أسرة أمير متعددة المواهب والهوايات الإجابة طبعا صح أمير يحب الرياضة وأميرة تهوى الفنون برضو الإجابة صح تنتهي المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير الإجابة من الدرس لا تبدأ المباراة بتصافح الفريقين دي بقى الإجابة هنا خطأ أربعة جذب انتباه أسرة أمير احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل الإجابة برضو صح السبب في هذه المشاجرات اللي حصلت بعد نهاية المباراة أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية الإجابة صح ستة إن الرياضة لا تعلمنا احترام القواعد والقوانين الإجابة طبعا غلط الرياضة بتعلمنا احترام القواعد والقوانين اقرأ ثم أجل وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة ويجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملائه أكمل ما يلي معنى يجذب ممتاز يشد مفرد كلمة اللاعبين اللاعب جمع الكرة ممتاز الكرات ومضاد طويل قصير ماذا جذب انتباه الأسرة شوفوا القطع كده ويجذب انتباه الجميع اللي هو الأسرة احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها الكرة لزملائه يبقى الإجابة عندي جذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملائه بما علق الأب سؤال الثالث بما علق الأب على احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقت طويل الأب قال إيه الأب قال علق الأب قائلا إن أهم ما يميز الرياضة الجماعية هو تعاون أفراد الفريق وقد أخطأ اللاعب عندما احتفظ بالكرة لوقت طويل تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير ويعلق الأب قائلا إن تصافح الفريقين يؤكد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف مرادف كلمة التنافس التعارف ولا التسابق ولا المسابقة التنافس معناها التسابق مضاد كلمة تبدأ تبدأ المباراة بالتحية ضدها تنتهي ولا تتشابك ولا تعلو ضد تبدأ تنتهي كلمة الفريقين مفرد ولا مثنى ولا جمع كلمة الفريقين يا أبطل بتدل على كام في العدد على واحد لا على ثلاثة اربعة خمسة لا بتدل على كام على اتنين طب لما تكون بتدل على اتنين بنسميها ايه؟ ممتاز بنسميها مثنى كيف تبدأ المباراة الإجابة موجودة عندي في القطعة السؤال هنا بيتكون من جزئين؟ جزء الاول كيف تبدأ المباراة؟ تبدأ المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير على ما يدل ذلك؟ يدل على ايه؟ أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف ما أهم ما يميز الرياضة الجماعية؟ أهم ما يميز الرياضة الجماعية أبطال هو التعاون بين أفراد الفريق ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتية الرياضة تهذب النفس وتنشط الجسم والعقل طبعا الإجابة صحيحة من أهم فوائد الرياضة أنها تهذب النفس وتنشط الجسم والعقل الاحتفال بالفوز يكون بتكسير المدرجات طبعا الإجابة خطأ أمير يحب الرسم في الدرس قال لي أمير يحب إيه؟ الرياضة إبقى الإجابة خطأ يقول لي وفيه أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب منافسه أنظر الحكم اللاعب المخطئ فقام واعتذر لمنافسه وقف أمام الحكم أو ووقف أمام الحكم مطأطئ الرأس هات ما يأتي مراد في كلمة أثناء أثناء معناها خلال مراد في كلمة نبادر معناها نسرع ونبدأ نسرع ونبدأ جمع كلمة حكم ممتاز حكام ومضاد دي كلمة مطأطئ يعني إيه مطأطئ يا أبطال مطأطئ يعني خافض الرأس بصص في الأرض تمام؟ يبقى مضادها إيه؟ رافع الرأس أو رافع لماذا أنظر الحكم اللاعب نشوف كده السؤال بتاعنا لماذا أنظر الحكم اللاعب؟ نرى القطعة وفي أثناء احتدام المباراة عرقل لاعب منافسه أنظر الحكم اللاعب المخطئ وأنظر ليه أبطال ممتاز أنه قام بعرقلة منافسه ما سبب المشاجرات بين الفريقين؟ عرفنا أن بعد المباراة انتهت وفريق فاز وفريق خسر بدأت مشاجرات بين الجماهير الفريقين لأنهم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجمل الآتية تحرص أسرة أميرة على مشاهدة المباراة لإجابة صح لازم أكون قاري الدرس كويس لو مش قاري الدرس مشافتك للمعلومات دي تبدأ المباراة الرياضية بتصافح الفريقين المتنافسين الإجابة صح وتحية الجميل كمان أنظر اللاعب الحكم عفوا أنظر الحكم اللاعب لأنه لعب الكرة بيده لا الإجابة خطأ لأنه عرقل إيه أبطال منافسه دلوقتي معادنا مع القراءة المتحررة إيه هي القراءة المتحررة؟ هو نص مش موجود عندي في الكتاب أقرأه كويس وبيديني بعض الأسئلة عليه إما الأسئلة بتكون إجابتها موجودة في القطعة بشكل مباشر أو محتاج أن أنا أشغل عقلي شوية عشان أجاوب على هذه الأسئلة نقرأ القطعة الأولى عندنا جول الحصان العربي من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنا مما جعلها من أفضل الخيول في العالم فهي تجمع بين الجمال ورشاقة الحركة وسرعة العدو أكمل الجملتين الخيول العربية تتميز بي تتميز بإيه؟ تعالك نشوف القطعة من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنا مما جعلها من أفضل الخيول في العالم فهي تجمع بين الجمال ورشاقة الحركة وسرعة العدو يبقى الإجابة بتاعتي تتميز بالجمال ورشاقة الحركة وسرعة العدو كلمة العدو وليس العدو العدو في القطعة معناها الكراهية ولا الجري ولا الخصام ممتاز الإجابة طبعا الإيه؟ الجري ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجملتين الخيول العربية من أرخص الخيول في العالم عيني ترجع على القطعة بتاعتي هنلاقيها إيه؟ من أغلى الخيول بل إجابة إيه؟ خطأ تتميز الخيول العربية بالسرعة والرشاقة برضو نرجع القطعة هلها فعلا موجودة؟ إنها تتميز بالسرعة والإيه؟ والرشاقة والجمال كمان من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلىها ثمن النؤط الإيه؟ الخيول العربية أو الحصان العربي زي موجود في النص قطعة تانية بيقول لي واحد سيوة من واحات بلادي وواحد سيوة من أجمل الواحات تنتج أجود أنواع التمور يأتي السياح إلى واحد سيوة من كل مدن العالم لينعموا بالعلاج في حمامات الرمال ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الجملتين الآتيتين جمع كلمة واحة واحات الإجابة صح والتنين موجودين في القطع عندي مرادف كلمة أجود أحسن طب نشوفها كده في القطعة بيقول لي تنتج أجود أنواع التمور تنتج أحسن أنواع التمور إجابة صح اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد سيوة تنتج أجود أنواع السيارات التمور العنب طبعا الإجابة عندي أجود أنواع التمور يذهب السياح إلى سيوة للعلاج بحمامات البخار الماء الرمال طبعا الإجابة عندي حمامات الرمال ضع عنوان مناسب للفقرة الفقرة بتتكلم عن إيه أبطال أمتاز عن واحد سيوة أفضل عنوان أحطه هو واحد سيوة واحد سيوة بعد كده نبدأ نراجع مع بعض بعض القواعد النحوية زي ما قلت قبل كده لازم أمسك الألم بتاعي وابدأ أأسم العبارة بتاعتي إلى مجموعة من الإيه الجمل الصغيرة جل العلم والعمل شرطان لتقدم الأمم وتقيم الدولة المدارس أملا في تعليم أبنائنا الاهتمام بالعلم هدفنا حتى تتقدم مصر بين دول العالم عندنا الجملة الأولى العلم والعمل شرطان لتقدم الأمم ودي جملة اسمية وتقيم الدولة المدارس أملا في تعليم أبنائنا هذه جملة تانية جملة فعلية بدأ بتقيم الاهتمام بالعلم هدفنا حتى تتقدم مصر بين الدول هذه جملة تالتة فنشوف الأسئلة بتاعتي يقول لي اعرب ما تحته خط بنعمل ايه يا أبطال أول حاجة نعملها نعمل جدول الإعراب بتاعنا أول كلمة عندي العلم قلنا دي جملة ايه يا أبطال العلم والعمل شرطان لتقدم الأمم جملة اسمية جملة اسمية أول كلمة فيها ايه مبتدأ مبتدأ ماله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مفرد يبقى الضمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ايه يا أبطال الضمة شرطان العلم ماله والعمل مالهم الاتنين شرطان يبقى ده ايه يا ابطال هو الخبر خبر ماله خبر مرفوع وعلامة رفع الالف لانه ايه مثنى وتقيم الدولة المدارس تقيم الدولة المدارس دي جملة جديدة جملة ايه يا ابطال جملة فعلية تقيم هي الفعل مين اللي بتقيم الدولة يبقى الدولة ايه فاعل الدولة بتقيم ايه ايه اللي بيتم اقامته ممتاز المدارس يبقى مفعول ايه بيه طب المفعول بيه ماله مفعول بي منصوب وعلامة نصبه الفتحة أملا في تعليم في تعليم في دي حرف ايه ابطال ممتاز في حرف جر وكلمة تعليم الاسم اللي بعدها حرف جر دايما اسم مجرور وعلامة جر وعلامة جر هنا ايه ممتاز علامة جر الكسرة بقول استخرج من القطعة السابقة مفعولا لأجله المفعول لأجله اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل لوليه العلم والعمل شرطان لتقدم الأمم وتقيم الدولة المدارس لماذا ليه أملا في تعليم ابناء نيب كلمة أملا هي مفعول لأجله تاني حاجة عايز ظرف وبين نوعه الظرف اما بيدل على مكان ظرف مكان او بيدل على زمان طيب نشوف هنا كده سطر التاني حتى تتقدم بين الدول يبقى الظرف عندنا ايه ابطال بين نوعه ظرف ايه ظرف مكان اسم مسنة عندنا كلمة شرطان اسم جمع في كلمة الأمم وفي المدارس وفي الدول اي كلمة تبقى صحة واذكر نوعه كلمة الدول جمع ايه جمع تكسير اكمل بما بين القوسين قرأت نقط عايز مفعول بيه مثنة قرأت كتابين قصتين روايتين هنا قصتين لازم تكون اخيرة يا ونون عشان المسنة بيكون مفعول هنا مفعول به مفعول به منصوب علامة ناس بويه الياء يبقى قصتين هجم الجيش على العدو عايز مفعول مطلق اشوف الفعل هجم يبقى ايه هجوما هو عايز موبايل النوع هجوما واسكت لا غلط هجوما مستمرا هجوما متواصلا هجم الجيش على عدو هجوما متواصلا التلميذ المجد محبوب من معلمه اجعل الجملة السابقة للمثنى المذكر وجمعه سهلة جدا التلميذ المثنى تبقى ايه التلميذان المجد تبقى المجدان محبوب محبوبان من معلمهما يبقى الجملة على بعضها التلميذان المجدان محبوبان من معلمهما جمع المذكر ايبقى التلاميذ المجدون محبوبون من معلمهم دلوقتي هنطلع على الصبورة وناخد قطعة اخيرة يلا بينا ابطال دلوقتي هنشوف قطعة نحوية كاملة ونبدأ نحلاها مع بعض ونبسط القطعة الى جمل صغيرة نقرأ القطعة الاول قبل ما نعمل اي حاجة نقرأ القطعة قراءة تامة من غير اي حاجة نقرأها بس المخلصون يعملون بجد فالحياة عمل وامل وليست مجموعة من الحضور ولا شك في حدوث بعض الامور التي لا ارادة لنا فيها يجب ان نجتهد اجتهادا يجب ان تجتهد اجتهادا املا في النجاح قرأت القطعة تمام امسك الانم بتاعي وابدأ اقسم القطعة المخلصون يعملون بجد كده الجملة خلصت يبقى دي جملة فالحياة عمل وامل جملة تانية وليست مجموعة من الحضور ادي جملة تالتة ولا شك في حدوث بعض الامور التي لا ارادة لنا فيها ادي جملة ربعة يجب ان تجتهد اجتهادا ادي جملة خمسة املا في النجاح ممكن تعتبر تكملة للجملة الاي الخمسة بعد ما اسمت الجملة بتاعتي ابدأ عيني تروح على الاي على الاسئلة لكن قبل ما عيني تروح على الاسئلة لازم اعمل اي اول حاجة اقرأ القطعة من القطعة بتاعتي الى جمل صغيرة السؤال الاول كالعادة اعرب ما تحته خط بنعمل ايه ابطال بنعمل جدول بتاعنا الكلمة واعرابها اول كلمة عندي المخلصون المخلصون هيعملون بجد دي اول كلمة في الجملة وفي العبارة كلها المخلصون دي اسم ولا فعل ممتاز اسم يبقى دي جملة اسمية جملة اسمية بتبدأ بايه بمبتدأ المبتدأ ماله مبتدأ مرفوعة وعلامة رفوه الخامسة نستنى عليها ليه عشان علامات رفع عندي تلاتة اما الضمة واما الالف واما الواو طيب كلمة المخلصون ترفع بايه فكر مع بعض جدا شوية ترفع بالضمة لا لان الضمة دي للمفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم طيب ترفع بالالف برضو لا لان الالف للايه للمسنة طيب ترفع بايه ابطال بالواو لان الواو اللي جمع المذكر الايه السالم يبقى كلمة المخلصون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم بعد كده يعملون بجد فالحياة امل فالحياة عمل وامل دي جملة جديدة فالحياة عمل وامل بدأ بالحياة الحياة دي اسم ولا فعل اسم يبقى ده ايه مبتدأ يبقى الحياة دي مبتدأ الحياة مالهة في الجملة الاسمية لازم أقول ماله مالهة الحياة مالهة يا ابطال ممتاز عمل يبقى عمل دي لإيه الخبر يبقى ده خبر مرفوع وعلامة رفعه مفرد يبقى الضمة يبقى عمل خبر مرفوع وعلامة رفعه إيه أبطال الضمة لأنه إيه مفرد وليست مجموعة من الحضود الكلمة الوحيدة اللي مش محتاجة يجيب الجملة من أولها هي الكلمة دي ليه علشان قبلها حرف إيه من حرف جر حرف جر من إلى عن على في والباء والكاف واللام هنا عندي من طيب اللي بعد من بيكون إيه أبطال ممتاز اسم مجرور وعلامة جره إيه ممتاز علامة جره الكسرة يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طيب بعد كده كلمة أملا نقرأ كده يجب أن تجتهد اجتهادا أملا في النجاح لماذا يجب أن تجتهد أملا يبقى أملا دي يا أبطال ممتاز مفعول لأجله مفعول لأجله ما فيهاش تغيير مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه إيه الفتحة خلصنا الإعراب نشوف السؤال بعد كده دول استخرج من الفقرة السابقة استخرج يعني طلع اقرأ الفقرة وطلع منها المطلوب مفعول مطلق مفعول مطلق إيه هو المفعول المطلق؟ هو إسم منصوب مأخوذ من اللفظ يعني حروف الفعل إما لتوكيد الفعل أو اللي بيانه نشوف فعل ونشوف كلمة منصوبة نفس حروف الفعل تقريبا أو متغلى من حروف الفعل المخلصون يعملون بجد فالحياة عمل وأمل وليست مجموعة من الحضوذ ولا شك في حدوث بعض الأمور التي لا إرادة لنا فيها يجب أن تجتهد اجتهادا أهو تجتهد اجتهادا يبقى المفعول مطلق إيه عندي؟ ممتاز كلمة اجتهادا مفعول لأجله إحنا أعربناها من شوية كلمة إيه؟ أملا يقول لي أجب بما هو مطلوب بين القوسين نقاط واسعة عاوز مبتدأ واسعة دي مؤنسة الكلمة هنا مفردة ومؤنسة تمام؟ أسهل حاجة نجيب إيه؟ كلمة مؤنسة زيها الحديقة طب واحد قال لي البيت أقول له غلط لأن البيت مذكر نقول الحديقة واسعة المدرسة واسعة وعلى فكرة لو جبت جامعة تكسير زي الحضائق تبقى برضو صح لكن نخليناها في الأبسط عندنا هنا الكلمة مؤنسة يبقى نجيب كلمة مفردة ومؤنسة الحديقة المدرسة أي كلمة نوع تبقى إيه؟ صح الحديقة واسعة تهتم الدولة بالطفولة عايز مفعول مطلق مبين للنوع طب فين الفعل؟ تهتم يبقى إيه المفعول المطلق بتاعه؟ اهتماما أسكت؟ يبقى غالط ليه؟ إنه قال لي مبين للنوع اقول اهتماما شديدا اهتماما قويا اهتماما واضحا يبقى تهتم الدولة بالطفولة اهتماما كبيرا ممتاز بكده يا أبطال نكون وصلنا النهاردة لنهاية الحلقة بتاعتنا أتمنى نكون استفادنا ولو فيه أي استفسار ابعت السؤال على موقعنا على الفيسبوك صفحة مدرستنا واحد وإن شاء الله هنجاوب عليه في الحلقات القادمة إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة